بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم متابعين لقناة الغيداق سبورت اليوم رح نحكي عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم تجمع نهائي حظوظ المنتخبات العربية بالتأهل لكأس العالم بداية لما نمشترك بالقناة نتمنى منه نشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتوصلوا كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة واكتبوا لي توقعاتكم من المنتخبات اللي رح تتأهل من المجموعتين هلق المجموعة الثانية يا شباب بصراحة أسهل أسهل بكتير من المجموعة الأولى لعدة أسباب المجموعة الثانية بتضم عم تضم أربع منتخبات عربية اللي هي المنتخب العراقي الشقيق المنتخب البناني الشقيق المنتخب الإماراتي الشقيق ومنتخبنا السوري أربع منتخبات عربية بالإضافة لمنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب إيران طبعا قلنا نحن مجموعة هين كالمجموعة 6 منتخبات بدو يتأهل اول تاني منك من كل مجموعة بشكل مباشر لك أس العالم والتالت بياخد مركز تالت بيلعب ملحا بالمجموعة الثانية المنتخب العراقي الشقيق مع منتخبنا السوري أفضل حصوصا من المنتخب الإمارات هو المنتخب لبناني يعني المنتخب السوري أو المنتخب العراقي لما بيلعبوا وديات أو حتى بالرسمية بيلعب مع هاي المنتخبات يعني بيلعب مع المنتخب الإيراني بيلعب مع المنتخب الكوري بيلعب مع المنتخب اللبناني يعني حافظ هاي المجموعة يعني هو متعود على رتم هاي المباريات أو ضغط هاي المباريات أو نوعية هاي المباريات عنده فكرة عن هاي المباريات بشكل كامل بصراحة المنتخب العراقي دائما لما بيواجه المنتخب الإيراني يعني دائما بيسبب له إحراج يا بيتعادل معه يا بيفوز عليه دائما يعني المنتخب الإيراني عقدته بآسيا هي المنتخب العراقي الشغيق دائما المنتخب العراقي قدام المنتخب الإيراني بيكون مجهز بدنيا نفسيا تكتيكيا المنتخب جاهز تمام بيلعب مباراة يعني بيروح عالي بيقدم أداء بالملعب بشكل رهيب كتير دائما بيسبب له المشاكل للمنتخب الإيراني المنتخب السوري كمام إذا شفناه بالتصفيات كأس العالم 2018 تعادلنا نحن معهم بمباراة الزهاب وتعادلنا معهم بمباراة الإياب مباراة الإياب أكيد كل الناس بتذكره وهدف عمر الصومة بالدقيقة الأخيرة لانتهت النتيجة 2-2 بالتعادل مستوى المنتخب العراقي الشغيق أو أسود الرافدين مع مستوى المنتخب الإيراني بصراحة كقيمة لاعبين أو مهارات فردية لللاعبين هي قيمة متكافئة والمنتخب العراقي دائما مباريات المجموعة كلها بجهة مباراته مع المنتخب الإيراني إلى حالة بجهة يعني إلى حسابات خاصة فالمنتخب العراقي دائما مباراته مع إيران بتكون المنتخبين متكافئين ما بتشوف المنتخب الإيراني أنه متفوق على المنتخب العراقي لا لا بتكون المبارات يتعادل يفوز العراق يفوز إيران أو فارق خدف النسب متكافئة السيطرة متكافئة يعني الفريقين بيكون عم يلعبوا بنفس المستوى هلا أهم الشي بالنسبة للمنتخبنا السوري أنه بأول مبارات له هي أصعب مبارات بصراحة يعني عم تكون أول مبارات للمنتخبنا السوري مع المنتخب الإيراني بإيران بأرض المنتخب الإيراني فهي راح تكون هاي المبارات كلمة السر أو أول خطوة بهذه التصفيات فنحنا إذا منطلع من هاي المبارات بالتعادل شي كتير منيح إذا منحقق الفوز شي ممتاز فعلا بس منتخب الإيراني حاليا منتخب قوي منتخبنا شوي لسه مفت بأجواء التصفيات فكنا منتمنى تكون أول مبارات مع منتخب ممكن اللعبة تكون بأرضنا طبعا أرضنا راح تكون أرض محايدة كانت بطول الإمارات فالإمارات مجموعتنا فما لا فرح يتم اختيار أرض تانية لتكون هي أرض محايدة لأنه ما فيك تلعب بأرض الإمارات والإمارات خصم راح يكون إليك بنفس المجموعة يعني الإمارات ما فيها تلعب بتصير الإمارات عم تلعب بأرضها مرتين بالزهاب وبالقياب ضدك أو ضد المنتخب السوري فرح يتم اختيار أرض محايدة ممكن ماليزيا أو قطر بتمنى يكون أرضنا محايدة هي قطر لحتى إذا تأهلنا لكياس العالم يكون لدينا فكرة عن الملاعب أو أرضية الملاعب أو الأجواء مثل ما قلنا إذا منتخبنا السوري يحقق نتيجة إيجابية تعادل أو فوز مع المنتخب الإيراني رح يكون نجتاز أصعب خطوة بهذه البطولة أنت عم تحقق فوز بأول مباراة وإذا حققنا أي نتيجة إيجابية منتخبنا رح يدخل على البطولة بقوة رح يدخل بسقة كبيرة رح يدخل بأنه هو فائز على منتخب قوي أو متعادل مع منتخب الإيراني اللي هو مرشح أنه يتأهل لكياس العالم رح يفوت بقوة على البطولة أنه أنت محقق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإيراني بأرض إيران ورح يكون سخة اللاعبين عم ترجع والروح الوحدة بين المنتخب وبين أفراد اللاعبين بالمنتخب رح نشوفها عم ترجع وترجع هيبة المنتخب السوري يعني لعنا منتخب الإيراني والمنتخب الكوري الجنوبة إذا منتعادل معهم بالذهب شي كتير منيح مشان نحصد عدد نقاط أكبر بمرحلة الزهب مشان يكون بمرحلة الإياب مرتاحين نوعا ما بأنك أنت ما هدرت نقاط حتى مع الفرق الكبيرة أنت ما تتروح نقاط أنه لو بالتعادل نقطة أحسن من أنك تخسر الثلاثة نقاط كاملة فمرحلة الإياب فمرحلة الزهب مفروض شوفينا نحص النقاط نحنا شان نكون مرتاحين بمرحلة الإياب ومنفوط ومنفوط بتفاصيل معقدة للمنتخب ومتعبي للجميع المنتخب العراقي الشقيق مشابه لمنتخبنا بالحظوظ بالميلة تمرون للمنتخب الإماراتي الشقيق المنتخب الإماراتي ببداية البطولة أو التصفيات للآسيوية المهلكة أصل العالم كان أداو سيئ جداً بتحس مشابه للمنتخب السوري خيادة شتانكل اللي طلعنا وقته من كأس آسيا من دور المجموعات وكان أداء هزيل جداً للمنتخب المنتخب الإماراتي كان مشابه للمنتخب السوري أو ببداية التصفيات المنتخب الإماراتي شفناه عم يغير منتخب الإماراتي طبعاً منتخب كبير وقوي مدجج بالنجوم فريق مليء بالنجوم عنده أسماء كبيرة كتير عمستوى الوطن العربي المنتخب الإماراتي شفناه يرجع لوضعه الطبيعي لوضعه اللي منعرفه المنتخب القوي المنتخب الإماراتي ببداية البطولة وبنهاية البطولة فعلاً بلاقي الفرق وبنهاية البطولة كان فريق قوي عم يفوز على فيتنام عم يفوز بالمباريات المتبقية إلو كله يعني واضح الشغل اللي نشغل على المنتخب الإماراتي والتطور اللي اتطوره بين بداية البطولة ونهاية البطولة المنتخب اللبناني الشقيق المنتخب اللبناني حاليا وضعه او كمستوى يشابه المنتخب السوري بنفس المستوى يعني شفنا نحن المنتخب السوري ببداية المجموعة كان عم يحقق النقاط كاملة عم يحقق بوض اداءه مع منتخب الصين يعني وضح للناس كله الاخطاء الموجودة بالمنتخب عم يصح الناس انه في مشاكل بالمنتخب عم يصح الادارة انه في مشاكل وضع المنتخب ما بيطمين وقلنا انه وضع المنتخب ما بيطمين بفيديوهات سابقة حكينا عن المنتخب وشو المشاكل اللي عم تصير الوضع للمنتخب اللبناني حاليا بنفس مستوى المنتخب السوري نتمنى التوفيق للمنتخب للمنباريات القادمة والحلو بهذه المجموعة انه قلنا فيها اربع منتخبات عربية فممكن يتأهل ثلاث منتخبات لكأس العالم من هاي المجموعة ممكن منتخبين ممكن منتخب الحلو انه فيه منتخبات عربية رح تتأهل من هاي المجموعة هلا منروح للمجموعة الاولى اللي بتضم منتخبين عربيين المنتخب السعودي ومنتخب سلطنة عمان المنتخب السعودي بصراحة مو بحاجة لا تنبيه ولا بحاجة تعليق ولا بحاجة ملاحظات المنتخب السعودي بصراحة مجهز تماما للوصول كأس العالم قادر يواجه المنتخب الايراني قادر يواجه المنتخب الاسرالي مو انه يواجه انه يخسر لا يواجه مع اداء مع نتيجة المنتخب السعودي ممتاز صراحة افضل منتخب عريم موجود بهاي البطولة انا بصراحة شفت اداء حضرت له مباريتين قدام اوزباكستان اداء بصراحة رهيب تكتيك وتوزيعات قصيرة وهجمات النظمة فعلا من الحرس للهجوم بصراحة منتخب قوي وانا برشحه من هاي المجموعة بشكل مباشر رتتأهل لكاس العالم بصراحة منتخب السلطنت عمان منتخب قوي وشبابي كله لاعبه صغيرة بالعمر تفتقد نوعا ما للخبرة شوي لكن فريق عم يعود بخوة للبطولة هل التجمع النهائي فهو حتما اكيد من المنتخبات اللي شغلت ع حاله ووصلت لهون بجذارة بس بصراحة مجموعة تخوية كتير يعني بدت تكون المباريات صعبة جدا ع منتخب سلطنت عمان خاصة انه تضم غير المنتخب الاسترالي والمنتخب الياباني والمنتخب السعودي تضم منتخب فيتنام منتخب فيتنام صعب كتير عزب شفناه بالمبارات الاخيرة مع المنتخب الاماراتي عزبه كتير لقدر المنتخب الاماراتي يتأهل عن طريقه منتخب الصين كمان ما فيك تحسب لمنتخب الصين منتخب الصين حاليا وضعه ممتاز كتير شفناه بالمبارات الاخيرة مع المنتخب السوري فاز ع منتخبنا بالنتيجة ثلاثة واحد باداء ممتاز كتير ولعب حلو كتير واختلف يعني اختلف وضعه تماما بين مبارات الزهاب او بين مبارات المرحلة الاولى ومبارات المرحلة التانية فالمجموعة صعبة جدا بصراحة منتخب سلطان طوان نتمنى له التوفيق والتأهل من هاي المجموعة برفقة المنتخب السعودي لكأس العالم كانت فكرة عن المنتخبات او حظوظه بهاي المجموعات والتغاجة لكأس العالم وهي كان فيديو اليوم اتمنى اذا عجبك تحط لي لايك على الفيديو وتكتب لي تعليقك بمين بتتوقع يتأهل من المجموعة الاولى والمجموعة التانية ما تنسوني من دعمكن واللي ما نوشترك بالقناة تشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك الجديد وتبقوا بخير وصحة وسعادة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر